السلام عليكم طلابي يا الأعزاء الله يعطيكم العافية أنهينا بالحصة السابقة شرح الشغل الناتج عن قوة ثابتة كنا نأخذ القوة عبارة عن رقم مثلا 2000 فهذه بيسموها قوة ثابتة وحسبنا الشغل الناتج عن القوة الثابتة طب لنفترض أنه الشغل أنه القوة ما كانت ثابتة فاليوم بدنا ندرس بهذا البند الشغل الناتج عن قوة متغيرة في المقدار فعلى سبيل المثال بدنا قوة عندي قوة بتتغير 20 40 60 80 نيوتون مش ثابتة كيف أنا بدي أحسب الشغل الناتج عنها لحساب الشغل الناتج عن قوة متغيرة في المقدار وثابتة في الاتجاه تخيل أنه أنت بتدفع بسيارة باتجاه الشرق بديت بقوة 20 صرت تزيد بالقوة صارت 40 صارت 80 صارت وحركت السيارة إزاحة معينة باتجاه الشرق كيف أنا ممكن أحسب الشغل اللي أنت بذلت فيه تحريك السيارة بلزمني يا أستاذ عشان أنا أحسب الشغل يكون عندي منحنة آجي أرسم أنا القوة القوة مع الإزاحة بلزمني أنا آجي أمثل منحنة القوة F بالنيوتون والإزاحة اللي بقطعها الجسم D بالمتر إذن نمثل إذن لحساب نمثل العلاقة تمام بين القوة والإزاحة بين القوة والإزاحة تمام لنفترض أنه بلشت أنا أعسبي المثال عندي قوة متغيرة لنفترض أن القوة كانت بهذا الشكل بلشت أنا من قوة صفر بلشت أزيد من قوتي أبلش أزيد من قوتي وأحرك السيارة مثلا أو أحرك أنا الجسم اللي بأثر عليه تمام بهذا الشكل كيف أنا ممكن أحسب القوة بقول لك يا أستاذ الشغل اللي بتبذل قوة متغيرة يساوي المساحة المحصورة تحت المنحنة عندي هذا المنحنة اللي أنا حصلت عليه فبالتالي المساحة المحصورة تحت المنحنة تساوي الشغل ليش؟ لأن الشغل الورب يساوي F في D صح ولا لا F في D في كوسان ثيتا لكن هنا القوة بنفس الاتجاه للإزاحة فبالتالي F في D كوسان سفر يساوي واحد تمام هلأ إحنا عرفنا قبل هالمرة من الرياضيات إنه إذا أنا ضربت الصادات بالسينات بحصل على المساحة المحصورة تحت المنحنة أضرب الصادات اللي هي تلقوة بالسينات اللي هي تلقوة القوة بالإزاحة لما بضربهم ببعض بلزم أحسب المساحة المحصورة تحت المنحنة والقوة دار بالإزاحة بتمثل للشغل إذن نمثل علاقة بين قوة الإزاحة وتكون أو يكون الشغل يساوي المساحة المحصورة تحت المنحنة الذي نحصل عليه فعلى سبيل المثال لو كان عندي هاي هاي المساحة تحت المنحنة هذه تعبارة عن مساحة مثلت صح ولا لا؟ سبيل المثال إنه تحت تأثير هذا القوة المتغير قطع الجسم مسافة واحد متر وكانت القوة مثلا خمسة نيوتن عشرة نيوتن خمسة عشر نيوتن عشرين نيوتن خمسة عشرين نيوتن تمام؟ فبالتالي هون الشغل بهذا المسألة على سبيل المثال اللي تبدو يكون الورب يساوي المساحة المحصورة تحت المنحنة شي مساحة المثلث نص في القاعدة في الارتفاع كم القاعدة واحد متر كم ارتفاعه فبالتالي بدها تكون الشغل عبارة عن نص الخمسة وعشرين اللي تفيها اطنعش ونص جول الشغل الناتج عن قوة متغيرة إذن باختصار الشغل الناتج عن قوة متغيرة بلزمني يكون عندي تمثيل بياني للقوة مع الإزاحة وبالتالي نحسب الشغل من خلال المساحة المحصورة تحت منحنة القوة مع الإزاحة سؤال آخر طالب أني احسب الشغل في الشكلين المجاورين لقوة متغيرة وراسم ليها بيانيا تمام بقول هنا الشغل اللي هو تعبارة عن المساحة المحصورة تحت المنحنة هاي المساحة بتمثل مساحة شبه منحرف صح ولا لا شبه المنحرف بتكون من قاعدتين متوازيتين مساحة شبه المنحرف نص مضروب في مجموع القاعدتين مجموع القاعدتين المتوازيتين في الارتفاع في الارتفاع هذا قانون شبه المنحرف على شبه المنحرف درسنا بالصف العشر كلنا شبه المنحرف بتكون من قاعدتين متوازيتين وهذا بسميه ايش ارتفاع فبالتالي الشغل يساوي نص مجموع القاعدتين المتوازيتين القاعدة الأولى طولها عشرة زائد القاعدة الثانية طولها عشرين الارتفاع مقداره خمسة تمام إذا نشبي المنحرف ما بدي أنسى خذناها بالصف العشر بتكون من قاعدتين بوازين بعض واللي قبال الإشال المنحرف بسميه الارتفاع تمام واللي قبال الإشال المنحرف بسميه الارتفاع فبالتالي نتج عندي نص عشرة زائد عشرين ثلاثين مضروبِ بخمسة نص الثلاثين خمسة تعش خمسة تعش بخمسة خمسة وسبعين فبطلع عندي خمسة وسبعين جول بالشكل الآخر المساحة المحصورة تحت المنحنى هي مساعد مثلث موس في القاعدة 2 في الارتفاع 50 فبطلع عندي قيمة الشغل 50 جول تمام هلأ بدنا ننتقل إلى حساب الشغل المبذول على النابض لنفترض أنه في عنا هذا نابض زنبرك تمام هذا النابض سحبته أنا إيش يعني سحبته أثرت عليه بقوة خارجية مما أدى لنفترض أنه بالوضع الطبيعي وهوتي مش مسحوب أيو بالوضع الطبيعي تمام موضوع بهذا الشكل لكن لما أنا بسحبه عن موضعه فبالتالي بدي أحدث له إزاحة هاي الإزاحة خليني أسميها أنا إكس وإحنا درسنا بالصف العاشر قانون هوك اللي كان يتعامل مع النابض قلنا يا أستاذ لو أنا أثرت بقوة خارجية على النابض حسب قانون نيوتن الثالث في قوة اسمها قوة معيدة تمام عكس القوة اللي أنا بأثر فيها في قوة تسمى قوة معيدة تعمل على إعادة النابض إلى وضعه الأصلي فكان قانون هوك يقول كالآتي تتناسب القوة المعيدة في النابض تناسب طردي مع مقدار استطالته يعني F بدها تتناسب بشكل طردي مع مقدار إكس تمام وتعاكسها في الاتجاه واشتقينا قانون هوك كان يقول القوة في الزومبرك F S يساوي ماقص K X صح ولا لا حيث K ثابت النابض ثابت النابض و X اللي تلإزاحة الإزاحة اللي أنا بحدثها على النابض هذه F S اللي تلإف سبرينك قوة الاستعادة قوة الاستعادة الاستعادة في النابض تمام؟ فهذا القانون اللي كان عندي بخصوص قانون هوك تمام؟ فلما بتأثر قوة خارجية فيه نابض بتأدي إلى شده أو ضغطه بمقدار إكس وحسب قانون يوتن الثالث في النابض لازم تنشأ عندي قوة خارجية تساوي هذا القوة بالمقدار ولكن تعاكسها في الاتجاه بحيث إنها بتحاول تعيد النابض إلى وضعه الأصلي فبالتالي لو أنا كتبت قانون F External External يعني قانون القوة الخارجية بدي يساوي مقدار F S ولكن عكسه في الاتجاه فبالتالي مقدار القوة الخارجية يساوي K في X تمام؟ مقدار القوة الخارجية بدي يساوي K في X إذن مقدار القوة الخارجية يساوي قوة النابض كمقدار لكن يعاكسها في الاتجاه ويساوي K في X حيث K ثابت النابض والX الإزاعة اللي إحنا بنحدثها للزنبرك والقوة F S اللي هي القوة في النابض لكن لو أنا إجيت أرسم أرسم على محور السينات X وعلى محور الصادات F أنا إجيت أرسم منحنة القوة F external القوة الخارجية مع الإزاعة ليش لأنه هذا القوة لما أثرت فيها على النابض صحبته يعني أثرت عليه بإزاعة يعني بدها تبضل شغل طب كيف أنا بدي أحسب هذا الشغل اتفقنا أنه العلاقة خطية ما بين القوة و X فبالتالي رح أحصل على علاقة خطية بهذا الشكل علاقة خطية أو بمعنى أنه القوة والإزاعة تناسب ما بيناتهم طردي الإزدياد بشكل منتظم رح يكون فبالتالي رح أحصل على هذه العلاقة فلو أنا إجيت بدي أحسب الشغل اللي ناتج عن الشغل اللي ناتج عن القوة الخارجية اللي أثرت على الزنبرك رح يكون عندي الورك يساوي المساحة المحصورة تحت المنحنة هذا المنحنة المساحة تحت المنحنة ويساوي نص في القاعدة لو تمثلت مساعة مثلت قاعدته X اللي تلإزاحها على سبيل المثال ارتفاعه عبارة عن F نص XF إذن هذا وورك إكستيرنال يعني شغل القوة الخارجية المؤثرة على النابض تمام فأصبع عندي نص هذا شغل القوة الخارجية اللي تلإزال المساحة المحصورة تحت المنحنة نص في X في القوة لكن القوة الخارجية هي تكون معاكسة لقوة اللي تلنابض فبالتالي قانونها K K في X معناته يا أستاذي الشغل اللي ناتج عن القوة الخارجية المؤثر على نابض نص K X ضرب X X تربي فهذا القانون الشغل اللي ناتج عن القوة الخارجية تمام إذن هذا بسميه شغل الناتج عن القوة الخارجية عن القوة الخارجية المؤثرة على نابض وأحدثت له وأحدثت له إزاحة قدرها قدرها X تمام إذن هذا الشغل اللي ناتج عن القوة الخارجية طيب هلا الزنبرك بس أنا أسحبه تمام ببذل شغل لكن الزنبرك نفسه رح ينتج قوة عكس القوة الخارجية عشان يعيد نفسه لأنه الزنبرك بيحاول إعادة نفسه تمام فبالتالي الشغل اللي بدي يبذله الزنبرك بدي يكون هو سالب لأنه عكس هذا الشغل فبالتالي إله نفس المقدار لكن عكس في الاتجاه فبالتالي الشغل Work اللي ناتج عن الزنبرك نفسه الشغل اللي ناتج عن النابض نفسه Work اللي هو ناتج عن F استعادة إيش ده سميها F spring F S اللي يت هذا اللي يت قوة الاستعادة في النابض بدي يساوي ناقص الشغل تمام اللي هو تيلة F external لأ F external إذن هذا بقدر أقول أسمي كالآتي إذن هذا بسمي الشغل الذي تبذله قوة النابض حتى يعود إلى وضعه الطبيعي إذن القوة الخارجية اللي يت بأثر على نابض بقوة خارجية تمام النابض القوة تبعته بتكون نفس مقدار القوة الخارجية لكن عكسه في الاتجاه فبالتالي شغل اللي بنتج عن القوة تبعت النابض تكون نفس مقدار شغل القوة الخارجية لكن سالب لكن إشارتها سالبة فبالتالي الشغل الكل بطلع قيمته يساوي صفر تمام سؤال احسب الشغل المبذول على النابض في الشكل المجاور معطيني القوة مع الإزاحة اللي بتصير لنابض بهذا الشكل فبالتالي الشغل المساحة المحصورة تحت المنحنة يساوي المساحة تحت المنحنة ويساوي نصف في القاعدة قاعدته 15 سنط لكن لازم حولها المدر في 15 على 100 في الارتفاع 12 نيوت وفبطلع عند قيمة الشغل 0.9 جول سؤال اخر معطيني اثرت قوة على نابض فضغطته 2 سنتيمتر جد ثابت النابض رقم واحد تمام هلا اثرت قوة مقدارها معطيني القوة مقدارها 200 نيوتون طالب مني ثابت النابض بكتب القانون F تساوي K في X تمام مقدار القوة 200 مقدار K مجهول الازاحة 2 سنتيمتر 2 على 100 2 فبتطلع عندي K قيمتها 200 تقسيم 0.02 ل2 فبتطلع قيمة K تساوي 1 ضرب 10 قوة موجب 4 نيوتون على متر هذا المطلوب الأول المطلوب الثاني طالب مني احسب الطاقة المختزنة في النابض الطاقة في النابض هلا الطاقة وحدتها جول فبالتالي هو بسألني عن الشغل وقانون الشغل للنابض نص K X تربيع نص K هلا حسبت 10 قوة 4 X تربيع 2 عالمية لكل تربيع فلو انا حسبت هذه بطلع معي قيمة الشغل يساوي 2 جول اللي هو الطاقة المختزنة في النابض أو شغل الاسترداد طيب هذا بالنسبة للسؤال هذا سؤال اخر معطيني نابض معامل مرونته 3 ضرب 10 قوة 5 اثرت عليه قوة خارجية فاستطال 10 سنت تمام اذا معطيني K ومعطيني الازاحة X احسب مقدار الشغل القوة في النابض مقدار الشغل القوة في النابض لوط نص K X تربيع قبل شوي اشتقينها نص K معطيني اياها 3 ب10 قوة 5 نيوتون عم متر وX قيمتها 10 سنت 10 عالمية لكل تربيع حولتها للمتر فبطلع معاي الشغل مقداره 1500 جول تمام اذا هذا اخر سؤال عنا الله يعطيكم العافية نكمل في حصة اخرى